هذه الميزة متعلقة بأن هذه المنتجات مباركة عندما أقول لكم أننا اخترنا أطعمتنا وصناعتنا قائمة على الأطعمة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم والقرآن الكريم مبارك فزيت الزيتون الذي نستخدمه كنوع خاص فريد زيت الزيتون البكر الطبيعي نستخدمه كالمادة الحافظة للخلاصات الزيتية في أعشابنا ويرد ذكر الخل في القرآن الكريم باسم السكر اللهم بارك في الخل فإنه كان إدام الأنبياء قبلهم عندما أقول كلوا الزيت والدهنوا به فإنه من شجرة مباركة وبنفس الطريقة نحن نقول حتى نأخذ أفضل الأطعمة وأحسنها نختار من الأطعمة ما وصفها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأنها أطعمة مباركة ولذلك نحن نعتقد أن أحد الآليات التي تساعد فيها منتجات الغذاء الميزان الناس بإذن الله في تحسن صحتهم هي هذه البركة المتصلة فيها والله تعالى أعلم